اشتركوا في القناة 14-7 مع اوكرانيا ومبرامة منتخب العراق يوم 17-7 عشان يستعد الأولى المباريات يوم 27-7 عندنا 24-7 و27-7 وواحد تمني نلعب مع اسبانيا واسبكستان والدومنيكان اللافت للنظر بس في مدار منتخب الوليمبي ان فيه كلام كتير يتقال الفترة الاخيرة غلط وللأسف ده برضو ناتج من انا بتكلم عليه على مشاكل الوسط الرياضي يعني المفروض المنتخب الوليمبي ده عنده مشرف على المنتخب كابتن محمد بركات بقالنا فترة بنسمع ان فيه مشاكل كتيرة حوالين هذا المنتخب فين اتحاد الكورة مش موجود في المشهد فين الكابتن محمد بركات مش موجود في المشهد تيجي تبص على موضوع استدعاء اللاعبين تم اتفاق بشكل رسمي ان فيه لعيبة هتنضم من الاهلي ومن بيرامدز ومن باية الاندية اللي هم في السن الوليمبي اللي هم تحت 23 سنة فاللعيبة دي انضمت بالفعل للمعسقر من امبارح والمعسقر مستمر لغاية يوم الأربع في القاهرة والسفر الى بردو في فرنسا يوم الأربع وعيت لعب مباراتين والدياتين واتفاق خلاص ان لعيبة تنضمن للمنتخب مفيش لعيب يخرج من معسقر المنتخب وكده كده ألف به وانت بتتكلم على استعداد منتخب في اي دنيا في اي حتة لما منتخب بيضم لعيبة فكرة خروج لعيبة من المعسقر في المنتخب عشان تلعب معها أندية أمر انا مش بتقبله واي حد فاهم كورة ورياضة ولوايح اكيد مش هيتقبل ده بس ده للأسف حصل قبل كده مع الزمالك في افتتاح مش عارف ملعب في قطر كانت مباراة ودية حصل مع الزمالك أيضا في مباراة كانت بتلاقي في دور تمهيدي في بطولة إفريقيا والمرة دي بيراميدز عايز يعمل نفس الموضوع في المقابل لما تبص على الرولز دي لما بتحصل قبل كده في فترات معانية لما الآله كان بيحتاج لعيبته كان بيسيب لعيبته للمنتخبات وأكبر دليل على ده نرجع كده فلاشباك من سنتين ثلاثة كان كاس الأمم بيتلاعف في الكاميرون والأهلي عنده كاس عالم أندية دي بطولة معتمدة ودي بطولة معتمدة وقتال أهلي عمل ايه قالك مصلحة المنتخب أهم من أي شيء ومصر فوق الجميع وفعلا لعبت الأهلي لعبت مع المنتخب لغاية المباراة النهائية في كاس الأمم الإفريقية والأهلي حرم من لعبته في أول مباراتين لدرجة حتى بعد البطولة ما خلصت كان فيه إمكانين لعيبة تيجي من الكاميرون على الإمارات قالك لأ المنتخب سافر باللعيبة يرجع القاهرة بكل اللعيبة والناس تغادت عن الموضوع ده وعدته فالأهلي ياما ساب لعيبة كتير في فترات كتيرة للمنتخب الوطري أنا بديكم بس مثال واحد وفيه أمثلة كتيرة عمر الأهلي ما طلع لعيب من معسكر المنتخب عشان يلعب به مباراة ولا يلعب بطولة ما بالك بقى بطولة الدور العام بطولة محلية ومع ذلك فيه ناس بتحاول تعمل صراعات على مسألة خروج لعيبة من معسكر المنتخب اسكريبتاتك وأخبار بتتصرب من هنا ومن هنا عشان تعمل بلبلة بس أنا أولتهى قبل كده اللي عايز يتدلع أو واحد عايز يتدلع ومش تلاقي حد يتدلعه هيتدلع أكيد تعرفيني المثل الشهيري البلدر طبعا واحد مالوش نفسي يتكلم في التفاصيل دي بس فيه حاجات بتفرض علينا إن احنا لازم نتكلم فيها بطولة دوري محلية هل مقبول إن العيب يخرج بالمعسكر؟ أكيد لا ما هي من البداية العيب يتخش معسكر يا ما تخشش معسكر دخلت معسكر خلاص تلتزم بالمعسكر لغاية ما المنتخب يخلص مهمته الوطنية تخرج بالمعسكر ليه؟ وعلى أساس ايه؟ بس الناس بتعمل ده لإنما فيش مسؤول بيدير فين اتحاد الكورة؟ فين المرشف عن المنتخب؟ فين الناس المفروض مسؤولة عن المنتخب؟ مش موجودة حصلت اجتماعات الناس دي لازم تنفذ اتفاقها للفترة اللي جاية والأهل بعت لعبته وانا فاكرين طبعا البيان اللي النادي الأهل أعلنه أول أمس وهنا هستعرضه على الشاشة إن النادي الأهل أعلن فيه وفيه خطاب رسمي أرسله أرسله للاتحاد الكورة أكد فيه النادي الأهل اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية واستمراره للمساندة للمنتخب الأوليمبي قبل المشاركة في باريس وجاء في الخطاب إن النادي الأهل ينبه على لعبته حمزة علاء وكريمة ببيس وأحمد نبي الكوكا بالانضمام لمعسكر المنتخب طبعا الكلام ده كان يوم الخميس المعسكر بدأ الجمعة وده وفقا للموعد اللي حدده اتحاد الكورة لانضمام جميع اللاعبين اللي وقع لهم الاختيار وخلاص الأهل يجاله خطاب سبعة وعشرين ستة نفذه وبعت اللعيبة مين بقى عايز يطلع لعيبة؟ أمر هيبقى غير مقبول وغير مسموح والناس تقول لك تفيل لعيبة الأهل اللي هم فوق الثلاثة وعشرين سنة إمام عاشر وعبد المنعم يا جماعة رجاء اللايحة الفيفا اللعيب اللي بيلعب بطولة قرية واحدة في السنة ما ينفعش يلعب بطولة قرية تانية إلا بالاتفاق والأهل يدخل منافسة قوي جدا والملعب مفتوح ومش شرط تاخد لعيبة تحت فوق الثلاثة وعشرين سنة فرنسا بتلعب في باريس بدون مبابي برشلونا معظم لعبتوا مع منتخب أسبانيا دلوقتي مش موجودين مع أسبانيا اللي ما في مجموعة مصر في أولمبياد باريس فالأمر واضح جدا ولكن أتمنى أن فيه اتفاق حصل الكل يلتزم بيه واتحاد الكرة ما يجملش حد الفترة اللي جاي عموما دي كانت أبرز التفاصيل اللي معايا نخرج إلى فاصل سريع ونرجع نشوف آخر فقرة معنا في برنامج التريند